طيب قبل ما نخش في أخبار البطولة الإفريقية طبعا في البداية كلمنا عن النادي الأهلي وبيستعد للموسم الجديد والجزء المنتهي من الموسم الماضي الكابتن سارد الحفيز خلال الفترة الأخيرة كالليزيارة في أسبانيا ومعه الكابتن أمير التوفيق مدير التعاقدات لبحث موضوع فكرة إقامة معسقر النادي الأهلي في أسبانيا وفندق الإقامة ملاعب التدريب المباراة الودية التي من المنتظر أن يأخذها النادي الأهلي في فترة الإعداد وفكرة المباراة الودية البعضة ممكن يروح لمرحلة أو فكرة نلعب مباراة الودية مع أسماء كبيرة أو فرق كبيرة ممكن ده بيتطلب أو يحصل في نهاية مرحلة الإعداد أو أنت خلاص في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين قبل انطلاق البطولة الرسمية أو قبل بدء مشوار غمار المنافسات المحلية أو القرية لكن في التوقيت اللي الأهلي عيخذ فيه معسقر الإعداد أنت بتتكلم في مرحلة من أول أسبوع في شهر سبعة حتى منتصف أو الأسبوع الأخير من شهر سبعة في التوقيت ده أنت بيتم التنصيق من خلال الشرق الرائعي المنظمة للمعسقر مع عدد من الأندية جهاز الفن أكيد ليه فكر معين في المدارس اللي ممكن يلعب معها في المستوى الفني كمان اللي ممكن يلعب معاه في الفترة الإعداد ممكن يتجهز الفن بقيادة مارت اللي صارت يقولك أن ألعب مع مستوى في الدرجة الثانية أو القلاس A بس في الحد الأدنى من المستويات الفنية عشان أقدر أحضر لعبتي فنين وبدلين الموسم الجديد بشكل عام فترة الإعداد ده فترة البناء اللي ممكن من خلالها تبني للموسم الجديد الفترة دي أهم فترة في الموسم بتخلي الفريق واقف على رجليه لغاية نهاية الموسم في شهر خمسة أو شهر ستة والفترة دي من خلالها بتطبق الشكل الفني طريقة اللقب الخطة الهارموني اللي بيحصل ما بين اللعبة والجهاز الفني في بداية فترة الإعداد بلاص ده كمان الناحية البدنية انت عشان تحضر لعيبة لموسم طويل ويبقى فيه نفس على مدار موسم كامل لازم تحضر اللعبة أولا من ناحية بدنية مهمة جدا الجزء البدني أو الشق البدني بدأ من يوم السبت الماضي حوالي أسبوع أو عشر تيام في القاهرة تدريب على ملعب مختارة تيتشي بتدريبات يومية صحيح خلال الفترة القادمة الجهاز الفني قد يعدل في مواعيد التدريبات بإقامة تدريب على فترتين حسب الرؤية للجهاز الفني بالتنصيق مع معد الأحمال والمعد البدني لكن الفترة دي فترة مهمة جدا للاستعداد للموسم القادم الترتيب للمعسكر والترتيب لفترة الإعداد إذا تم بشكل جيد ده بيلقى بزلاله بشكل إيجابي على المفريق خلال المرحلة القادمة عندما تفوز ببطولة لأنه خلاص انت حطيت الأساسك بشكل جيد اخترت اللعبة اللي عتمثلك في بداية فترة الإعداد والموسم بشكل متميز استفدت كمان من اللعبة اللي ممكن تكون جاهلك من الأعرى للاستعداد للموسم الجديد وزا ما قلت لكم الآله عنده تحدي كبير جدا للموسم الحالي لنهاية الموسم الماضي بمباراتين مع المولين العرب والزمالك وتأكيد بالدورة والاحتفاظ بلقب الدوري ثم الاستعداد بعد ذلك لمسابقة كأس مصر ثم الاستعداد بس كأس مصر للموسم الماضي كمان ثم الاستعداد بعد ذلك لمبارات السوبر المصري في الموسم الماضي بقيمة الموسم الحالي في العام الجديد ثم البطولة المحلية والبطولة الإفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي في منتصف ستمبر لأن الأهلي بالتأكيد إن شاء الله في دوري أبطال إفريقيا هيبدأ مشواره في منتصف شهر تسعة إلى حد كبير خروج المعسكر إن شاء الله بصورة نموذجية هيلب بطموحات الجهاز الفني لتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة عدد المباراة الودية زي ما قلت لكم بالنسبة للمدارس اللي ممكن يلعب معاه الأهلي في معسكر أسبانيا ممكن مباراتين ثلاث مباراة ده الرنج اللي ممكن الجهاز الفني شايفه مناسب لمعسكر الإعداد في أسبانيا خلال الفترة القادمة قدامكم صورة من تدريبات النادي الأهلي والاستعداد للموسم الجديد طبعا شايفين خلال الفترة الحالية عدد من اللعيب خلاص يعني القوام بيكتمل وحدة وحدة خطوة خطوة كده بعد انضمام علي معلول خلال الفترة القادمة وليد أزارو انضم جونيور أجايي انضم شايفين قدامنا في الصورة علي لطفي وأحمد داتاري سليمان ومصطفى شوبير وتم الاستعانة كمان بعدد حوالي سبع لعبين من مواريد سبع وتسعين خلال الفترة القادمة وانا بتكلم على الاستعداد للموسم الجديد مهم جدا كمان الجهاز الفني يكون عارف موقف فريق سبع وتسعين يعني اتحاد كرة القدم في التوقيت الحالي انا عارف الكل مشغول بمطورة إفريقيا للأمم لكن مهم جدا وانا بنحضر للموسم القادم الاهلي مهم بالنسباله يعرف موقف مصابقة مواريد سبع وتسعين عشان يعرف يتعامل ازاي مع الخمس لعبين المقايدين تحت السن وبيلعبوا في الفريق الأول بالإضافة إلى اللعبين المعارين خارج النادي الأهلي وسيعودوا بعد نهاية الموسم إلى النادي الأهلي مين هيتم قيده في الصفوف الفريق الأول وإذا استمرت مصابقة السبع وتسعين ها يستمر في سبع وتسعين ولا يتم اعارته وتجديد اعارته إلى النادي اللي كان موجود فيه أو حسب رؤية الجهاز الفني والانتقالات العروض اللي بتتلقاها اللعيبة خلال الفترة الحالية أمور شائكة لكن أكيد محتاجة حل جزر خلال الساعات القادمة عشان كل نادي بعرف موقفه في السنة الجاية طيب بالنسبة لأخبارنا يمكن رمضان صبح خلال الفترة الحالية بيؤدي تدريباته مع النادي الأهلي تعاقده مع النادي الأهلي مستمر حتى 30 ستة لكن خلال الفترة الحالية رمضان بيؤدي تدريباته في اللجيم كان تعرض لكادمة في الرجبة حرس الجهاز الفني يمنحه وقت كافي للتعافي والعودة مجدداً للمشاركة الجماعية ظهر رمضان في ملعب التيتش بالأمس بعد الانتهاء من أداء بعض التدريبات في الجيم لكن النهاردة يمكن عايز أولوك التدريب منذ يعني انتهى منذ لحظات قليلة يعني الجهاز الفني يحدد بقى الفترة القادمة التدريبات هتكون على فترة واحدة أو فترتين ابتداء من يوم الخميس القادم وموعد مشاركة رمضان خلال الساعات القادمة وبالتأكيد الجهاز الفني أيضاً وإدارة التعاقدات ولجنة التخطيط كل الأمور دي بيتم التنصيق بيها خلال الأيام القادمة لمسألة بحث اللعبة اللي كانت إعارتها بتنتهي مين من ممكن أنه يجدد إعارته خلال الفترة القادمة أو يستمر للفترة القادمة الأمور دي لغاية اللحظة دي يعني ما فيش فيها تصريحات رسمية عشان نقدر نحددها ونعلنها لجمهورنا لأنه بتأكيد مهم جداً لما بناءنا الخبر بيكون خبر رسمي من مصدر رسمي داخل النادي الأهل عشان يعرف موقف المرحلة القادمة سواء في الانتغالات أو في التعاقدات لكن أهم حاجة في التأويت الحالي أن الجمهور تكون الأمور هادية جداً عشان الناس تشتغل في هدوء تعرف احتياجاتها الفترة القادمة أي أرقام بتسمعوها أو أي صفقات عن أسماء العيبة بتسمعوها في الفترة الحالية ستدقوني نسبة دقتها أو صحتها لا تتخطى التلاتين أربعين في المية لأن هناك سرية شديدة جداً 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 داخل النادي الأهلي في مسألة حسم الصفقات أو التعاقدات للمسم القادم واللاعبين المنتظر ضمهم خلال الفترة القادمة إلى النادي الأهلي أو حتى اللاعبين اللي ممكن يكون تنتهي أعارضهم مع النادي الأهلي ومين ممكن يتجدد له الفترة القادمة أو سواء على سبيل الأعارة أو يتم انضمامه بشكل رسمي على سبيل الشراء والبيع طيب في إطار فترة الإعداد ده في قياسات بدنية الفترة الحالية قياسات بدنية وتدريبات بدنية فكرة تدريب بالكرة في أول إسبوع عشر تيام من فترة الإعداد بتبقى صعبة جداً محتاج الأول أن أنت ترجع النفس وتجهز اللاعب من ناحية بدنية عشان ده بعد كده لقدر الله ما يأثرش عليه بإصابة فالفترة دي بقول فترة بناية الأسية يعني بتبني فيها الأساس بالنسبة لفريق قرط القدم صلاح محسن ونصر ماهر ومؤمن زكريا خضعوا النهاردة لقياسات بدنية بعد غيابهم عن مران الفريق أمس لظروف خاصة وحصولها العائز من الجهاز الفني شمل مران الأهل أمس قياسات بدنية فقط واستعانى مرط اللاصرتي بأجهزة جديدة في المران للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين في مستهل فترة الإعداد الأولى التي يخذها الأهل في القاهرة قبل السفر إلى أسبانيا باستثناء السلاسي صلاح محسن ونصر ماهر ومؤمن زكريا خضع جميع اللاعبين للقياسات البدنية اللي انتظموا في المران بالأمس مدينة ألاكنتي هي المدينة اللي يقام فيها معسقر النادي الأهلي في أسبانيا ودائما كده جهز قرط القدم في النادي الأهلي على مدار السنين لاستراتيجية في اختيار الأماكن اللي ممكن الأهلي يخذ فيها معسقر العام الماضي كان فيه معسقر في كرواتيا والكل قال لك في كرواتيا وكرواتيا مجهولة بكاس العالم اللي أقيم في روسيا وعيبقى فيه زحام شديد وتركيز لقينا الأهلي مقيم في معسقر على أطراف كرواتيا مكان نموزجي وعلى فكرة بهذه المناسبة أنا بقول لكم المنتخب التونسي كان الاستعدادة للكان 2019 كاس الأمم قبل ما يجي مصر كان قبل ما يلعب مباراته الوديا مع كرواتيا كان عنده فترة إعداد حوالي خمس أيام معسقر هناك مغلق في كرواتيا كان في نفس المكان في نفس القام بالمكان المعسقر اللي أقام فيه النادي الأهلي معسقر الإعدادي للمسم الجديد فبالتالي المدينة الأسبانية اللي الأهلي استقرر عليها هيقود فيه معسقر الإعداد أكيد بيتوفر فيه أهم عامل الهدوء مكان يخضع فيه اللاعبين لتركيز شديد جدا للاستعداد للمسم الجديد مكان بعيد عن أي صخب معسقر إعدادنا مزجع عشان تقدر تحضر لعيبة لمسم شاق مسم طويل وجزء من نهاية مسم ماضي كمان وده اللي بيبقى أصعب كمان على أي جهاز فني لما بيكون مرحلة الإعداد منقسمة إلى العديد من المراحل والعناصر لسواء نهاية مسم أو بداية مسم جديد طيب مدينة ألاكانتي هي عبارة عن ميناء في مدينة فالنسيا في أسبانيا ومعنى أن هي مدينة يعني علمينة زي إسماعيلية أو السويس تبتكلم في مدينة هتكون هادية جدا مدينة الجو كمان فيها مناسب لأن الطقس والعوامل الجوية مناسبة جدا لأي فريب يستعد المسم جديد فمدينة ألاكانتي لما الأهلية إن شاء الله يعسكر فيها في أول سبعة أو تحديدا في أول أسبوع من شهر سبعة لمدة 14 يوم أكيد بإذن الله يكون لنا كواليس وتخطية من هناك ومدينة سياحية ومدينة كمان فيها جالية عربية وجالية مصرية كبيرة جدا فإن شاء الله كل الأمور دي تساعد الفريق كمان مع خود المباريات الودية وحضور جمهور مع النادي الأهل في ألاكانتيب أسبانيا وهي إحدى المدينة الموجودة في فالنسيا إن شاء الله بإذن الله يكون معسكر إعدادنا مزاجي ونشوف فيها جاهزية لكل اللعبين نطمن فيها كمان على مستوى رامي ربيعة ويكون انطلاقا إن شاء الله المسن جديد نشوف العناصر الصعدة الوعدة لمنقطاع الناشئين إزاي الأهل هيستفيد بيها لأن مصابة موريد 97 فيها عناصر متميزة جدا إن شاء الله قدر الإمكان مرتل لسارتي باللعابة الموجودة في الصف الأول مع قطاع الناشئين إن شاء الله يقدر يستفيد بلعب أو اثنين لأن معسكر الإعداد على مدار التاريخ دايما بيفرز لعب أو اثنين من قطاع الناشئين سبق قبل كده الأهل استفاد بمعسكر ألمانيا في وجود محمد سمير ولعب في خطة فعال نادي الأهلي سبق قبل كده استفاد بحسام عشور في معسكر إعداد لمنوع الجزي كان نزل بيختار مجموعة من ناشئين في مباريات الشباب كان نزل لعدد معين من اللعيبة شاف حسام عشور قال لك لأ أنا عايز ده وانضم حسام عشور لمعسكر النادي الأهلي في بداية فترة الإعداد ومن هنا انطلق حسام عشوره بقى أساسي في تشكيلة فريق النادي الأهلي وبالتالي فرصة وجود ناشئين أو شباب في معسكر الإعداد فرصة طيبة جداً لهم وللجهاز الفني نتمنى يكون في استفادة قصوى من هذه المسألة طيب النهاردة كان فيه كمان إحصائية أو تصريح مهم جداً لكابتن طاري سليمان مدرب حراس المرمى هو بيتكلم عن الاستعداد للمسم القادم وفي إطار الاستعداد للمسم القادم يتكلم كمان عن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي مع منتخب مصر في بطولة الأمم الجارية في هذه الفترة كابتن طاري سليمان أكد أنه على تواصل مع محمد الشناوي حارس المرمى وقال أن محمد الشناوي قدر يقدم مباراة جيدة أمام زنبابوي في أولى مباراة المنتخب في بطولة كأس الأمم إن شاء الله قال كمان كابتن طاري سليمان أن الشناوي ظهر بشكل مميز وأن المنافسة مع أحمد الشناوي ومحمود ده جن بتصب في مصلحة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة كل ما يكون عندك أكثر من حارس ومستوى فني عالي جداً ده بيدي تقل للحارس الأساسي أن فيه منافسة قوية وكل واحد بيحاول يطلع اللي عنده عشان يكون موجود في مركز حراس المرمى ويمثل منتخب مصر في بطولة الأمم فالكابتن طاري سليمان منه مدارب حراس الأهلي أكيد مهم جداً يتابع مستوى الشناوي في البطولة يكون كمان على تواصل تليفوني معه وتواصل كمان مع الكابتر أحمد ناجي لمعرفة الظروف المحيطة بالشناوي جاهزية للمباريات الكواليس كمان استعداده للمباريات الحالية عشان بعد ما يخلص مشواره مع منتخب مصر وينضم للنادي الأهلي يكون مدارب الحراس معه كل التفاصيل الفنية والبدنية لمحمد الشناوي لما كان موجود في معسقر المنتخب الوطني وده بيدل على الاحترافية ده مهم جداً يكون فيه تواصل ما بين الجهاز الفني أو مدارب الحراس مع اللعيب الدوليين اللي تلعب فيه صفوف منتخباتهم